السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا اصدقائي في فيديو جديد من قناة دروس انجلس ان شاء الله النهاردة هنشتغل معاكم انا اكون نكتص في الثالث الابتدائي الترمي الاول من كتاب استابقهات ان شاء الله النهاردة هنشتغل اول لسن في يونت سري يونت سري بعنوان on the week end يعني ايه week end؟ يعني في عطلة نهاية ايه الاسبوع اللي هي الاجهازة الاسبوعية نشوف اللسن بيتكلم عن ايه لسن وان نشوف الفوكابلري play sports play sports play sports يعني يلعب رياضات draw pictures draw pictures يعني يرسم صور listen to music listen to music يعني يستمع للموسيقى take photos take photos take photos يعني يلطقت صور collect magnets collect magnets collect magnets يعني يجمع احجار المغناطيس sing a song sing a song يعني يغني اغنية old old new new old 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 new 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 and but and but 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 بتيجي في الجمل بتعبر عن فكرة واحدة معنى واحد تتابع افكار واحدة لكن but بتيجي في الجملة المتناقضة اللي فيها تناقض وجملة but لازم بيكون فيها نفي طيب quite 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 بمعنى هادي هادي pop music pop music موسيقى البوب cat cat كطة very good very good يعني جيد جدا like love بمعنى يحب don't like don't like لا يحب طيب هنا عطينه read and learn like don't like like زي ما احنا متعودين الفرب بتيجي بعدها verb plus ing طيب don't like برضو بيجي بعدها verb plus ing يعني like eating don't like eating ماينفعش like eat ماينفعش don't like eat like playing don't like playing like drawing don't like collecting يعني الفرب قاعدة كده سبتة like او don't like بيجي بعدهم الفرب plus ing هنا عطينا examples I like playing sports بحب ايه لعب الرياضي الرياضيات I don't like collecting magnets ما بحبش اجمع ايه المغناطيس احجار المغناطيس طيب هنا like بعدها الverb play وبعدها ing طيب don't like collect ومعانا ing في الفرب احنا قلنا الفرب ونزود له ing نيجي I like drawing drawing okey نيجي بقى هنا للgrammar and وبط طيب and يعني و but بمعنى لكن طيب نبدأ كده and قلنا بتعبر او بتربط بين جملتين بيعبروا عن معنى واحد او افكار متشابه معنى واحد او افكار متشابه طبط بتربط بين جملتين بيعبروا عن افكار متنقضة افكار متنقضة عكس بعض نشوف مثال I like ice cream and I like chocolate بحب الايس كريم وبحب chocolate يبقى دي ايه بيعبروا عن ايه معنى واحد بحب الاثنين او فكرة متشابه بحب الاثنين عادي I like ice cream but طب بديم حطانه بط يبقى في ايه تناقض I don't like chips بحب الايس كريم بس ما بحبش chips يبقى هنا في تناقض استخدمنا بط طيب قولنا بط اني لازم جملتها بيجي فيها ايه بيجي فيها نفي I like drawing pictures and I like taking photos بحب الرسم واخد ايه الصور طيب and بتتحط في جملة تربط بين معنى واحد او افكار متشابه but بتتحط عشان نربط بين جملتين الجملة دي تملي بيكون فيها نفي وبتعبر عن تنقض بيحب حاجة وما بيحب حاجة and بيحب وبيحب بعد كده بقى اسهل زمن بناخد the present continuous tense يعني ايه present continuous tense نساعد منشوف كلمة continuous نعرف ان في I N G طيب زمن المضارع المستمر زمن المضارع المستمر ده بيقول ايه معانا ال subject اللي معانا I طيب زي ما احنا متعودين ان I بيجي معاها A والverb plus I N G الverb plus I N G ده اللي هو المستمر اوكي الverb plus I N G ده اللي بيخلي المضارع ده مستمر طيب هي وش you it بيجي معهم is والverb برضو plus I N G طيب U و و they بيجي معهم R يبقى كل السبجكت اللي معانا I وهي وش و it و you و they بيجي معهم الفعل في آخر I N G مع اختلاف اي بيجي معها M وهي و she و it بيجي معها S و you و they بيجي معهم R اوكي الزمن ده سهل جدا I am collecting magnets يبقى هو الوقت بيجمع في المغناطيس مستمر حاجة بتحصل دلوقتي مستمر قاعد بيجمع اوكي طيب بيقولنا ان احنا بنستخدم الزمن ده عن حدث يحدث الان ومستمر اثناء الكلام زي من قلت لكم I am collecting magnets قاعد دلوقتي بيجمع وانحنا بنقول ان هو ايه هو بيقول ان هو بيجمع المagnets احجار المغناطيس they are playing football now they are playing football now هم بيلعبوا كورة قدم دلوقتي طيب الفرب الزمن ده لي ايه علامات علامات وايه لو جات في الجملة عندنا هنا عطينا now وعطينا look ومعانا برضو lesson ممكن نزود lesson برضو زي look بالضبط ممكن at the moment حالا زي now طيب verb switch end in a هنا بيقول لنا ان اي verb اخر ايه وحط له ing في الزمن ده بن ايه بنشيل الا وبعدين نحط الا ing زي ايه زي take taking take taking شلنا الا write writing write writing شلنا الا write شلنا الا الفرب ده ما فيهوش اي حاجات شازة يعني الزمن مسالم ما فيهوش اي حاجة ما فيهوش غير السبجكت اللي معانا اي وهي وش وات وي ووي بيجي معهم الفرب بلاس ing الزمن ده بيعبر عن حدث بيحدث الان ومستمر اثناء الكلام علامات ناو لو الفرب اخر اي اي بنعمل اي بنشيل اي وبعدين بنضيف الان جي لل verb اوكي نشوف اللي بعد كده شلنا هنا اي بتاع take وحطينا ال i in g طيب في صيغة الاستفهم interrogative form صيغة الاستفهم we use am و is و are بنستخدمهم في البداية بنعمل بهم اي سؤال طيب زي اي مثلا هنا are you جبنا are في الاول والسبجكت بعدها are you playing now no i'm not لأ ما ملعبش طيب is she singing a song is في الاول اداة استفهم بعدها السبجكت بعدها الverb plus i n g يبقى احنا هنا صيغة الاستفهم صيغة الاستفهم عندنا am و is و are طيب بعدهم اي السبجكت اللي هو i وهي و she و it و we و they نكمل طيب بعدهم ايه الverb plus ing وباقي الجملة و question mark اوكي طيب لو احنا بقى هنبدأ بادات استفهم what مثلا طيب what اداة استفهم طيب طيب و ايه و am او is او are وبعدين subject وبعدين الverb plus ing الموضوع سهل وبسيط جدا يعني هنا بنزود بس اداة الاستفهم في الاول اوكي اوكي الزمن ده سهل جدا المختصر المفيد بتاعه الverb plus ing am و is و are الverb plus ing هنا بقى معانا هنه بتقول هنه what are you drawing هنه بترسمي ايه الجل بتقول هنه بترسمي ايه قالت لها i'm drawing a cat i love cats برسم اطة انا بحب ايه الكطط هنه what's music are you listening to ايه الموسيقى اللي انت بتسمعها دلوقتي هنا ايه في ing قال لها ايه هنه هيرضي يقول لها i'm listening to pop music it's very good انا بستمع لموسيقى البوب انها ايه جيدة جدا طيب i like drawing but i don't like listening to pop music انا بحب الرسم ولكن ما بحبش ايه موسيقى البوب هنا بط عشان ايه في تناقض طيب هنا قلت لا do you like collecting magnets بتحبي جمع احجار المغنطيت قالت لها yes i do كده الليسن خلص الاكسرسيز معانا انتوا تحفظوا الفوكابلوري وتعالوا مش قديكم هنا الاكسرسيز اللي بعد كده read and match play take draw sing collect lesson 2 play ايه play sports طيب take ha take photos draw يرسم pictures sing a song فين sing a song collect magnets طبعا ده كلهم الفوكابلوري listen to music بيستمع الى الموسيقى هنا match a with b نقرأ كل بي كده but i don't like chocolate يبقى في الاول كان بيحب حاجة وما بيحبش chocolate yes i do يبقى هنا في سؤال do you it's very good i'm drawing a cat pop music لو بنقول لحد بتسمع ايه هيقول pop music what are you drawing بترسم ايه هتقول طبعا i'm drawing a cat letter d i'm listening to باستمع الى pop music letter i like ice cream بحب ice cream but i don't like chocolate letter a do you like collecting magnets الاجابة هتبقى yes yeah no هنا عطينا yes i do هتبقى بletter b exercise number five complete the sentence عايزنا نكمل ب and or but طبعا السؤال ده حلو جدا عشان يشوف انتو فهمتوا القاعدة دي ولا لا i like fish بيحب السمك i don't like chicken قلنا but بنستخدمها عشان تناقض بيحب وما بيحبش وتمال بييجي معاها جملة منفية يبقى هنا but i like collecting magnets i like drawing pictures هنا ايه معنى واحد بيحب تجميع حجارة المغناطيس وبيحب رسم اوكي يبقى هنا ايه and سهلة جدا 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 i like taking photos i don't like drawing pictures بيحب وما بيحبش but i like ice cream and chocolate وبيحب ايه chocolate ماينفعش but chocolate ملهاش معنى لكن والشوكولاتة لها معنى i like playing sports بيحب لعب الرياضة i don't like collecting badges هيبقى ايه هتبقى but في تناقض بيحب وما بيحبش هنا بيقول لنا choose the correct words نشوف number one i am i is i are reading book طبعا بديه كده i am i بيجي معاها am طيب he am he is he are writing his name من غير ما ندور على باقي الجملة he بيجي معاها is طيب they am is or they are watching tv she بيجي معاها is she is cooking دي يعتبر مراجعة على verb to be you am you is you are walking slowly you are طيب it am it is it are drinking water it is drinking water طيب we we am we is we are eating sweets we بيجي معاها are she is a photo she is taking a photo she subject verb to be verb plus ing مضارع a مستمر i am i am singing a song ing you are عايزين verb في ing drawing pictures he is collecting magnets they are playing sports what are you drawing what music are you listen listening listening wala listen to listening what music are you listening to ok ok choose the correct word ok number one i like drawing and but i don't i like i don't like we want to but because this is جملة تناقض i like ice cream sweets and ice cream and we know how to follow these i like collect collecting magnets i like like i like verb plus i energy collecting i like taking photos i like drawing pictures like like we want and i like chocolate and but i don't like chips like we want like we want but i don't like singing sing song sing song i don't like بيجي برضو بعدها verb plus i energy i don't like singing song i like playing sports and but i don't like playing music like don't like don't but i like collecting magnets and but i like listening to pop music like 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 and ok ok here we say write a sentence under each picture عايزنا نكتب جملة تحت كل صورة نوصفها اول صورة هنا بيلعبوا football بيلعبوا رياضة ممكن نقول ايه they are playing sports بيلعبوا ايه رياضة they are هم ايه بيلعبوا رياضة دلوقتي يستخدم ايه المضارع المستمر they are playing sports طيب الصورة التانية بيسمعوا موسيقى ممكن نقول برضو ايه they are listening ايه listening to music وممكن نقول we listen to music ننوع طيب الصورة اللي بعد كده هنا بيعمل ايه برسم ممكن اقول i like drawing استخدمنا like والverb plus ing طب هنا ده بيصور ممكن نقول ايه انا بحب التصوير مثلا i like taking photos بحب ايه احب اخذ الصور طيب هنا ده ولد بيغني ممكن نقول ايه he is singing song وممكن نقول i sing song وممكن ندخل like والverb plus ing i like singing song الدرس ده هيعلمنا بجد نكتب جمل باختلاف الازمنة طيب هنا بيعمل magnet i collect magnet استخدمنا جمل سهلة وبسيطة ما فيهاش اي تعقيد استخدمنا زمن المضارع المستمر استخدمنا like والverb plus ing وكده يكون اللسن ده خلص معاكم لو عقبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكمنت للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد